السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة مرة أخرى مع الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من مسلسل Hows of the Dragon عودة لمستشفى الجلاء للولادة عودة للإثارة ولحرق الأعصاب هالند يفتتح رصيده التسجيل في هذا المسلسل أهلا وسهلا بحضراتكم في تقليدنا الأسبوعي من الحلقات المرسلة اللي فيها حرق كتير جدا والمرة دي لأحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من مسلسل Hows of the Dragon ولاتعرضت تحت عنوان The Black Queen وبكده يبقى خلاص فهمنا أسامي المعسكرين بشكل واضح معسكر الخضر ومعسكر السود أو البلاكس يبقى معنا من الحلقة اللي فاتت من حلقة اللي احنا عملناها يعني اللي فاتت ده لدول واحد بس لحاجة أنا على ما يبدو شفتها غلط تماما الحاجة اللي حرقها لارس اللي أنا تصورت أنها الخدم كلهم في إجراء عنيف جدا من أنا شخصيا ما عارفش أنا صاعدت الأمور كده ليه لا هو كان معقل الجسوسية اللي بيقع تحت قيادة ميساريا هو ده اللي هو حرقه فيه قرار خيبان أنا شايف ولع في الخدم ولع في الدنيا كلها انت رجل بصراحة تصرفك مش سليم لا دي أنا غلطت في قريتها وفي الأغلب اللي حضراتكم قلتوه هو اللي صح حلقة النهاردة عجبتني عجبتني جدا كمان ختام جيد للموسم بس مش على نفس مستوى التصاعد الأسطوري اللي كنا شاهدناه بداية من الحلقة الرابعة ووصولا للحلقة التامة حلقة بجد حلوة عجبتني جدا فيها استدعاء لعدد كبير من الإشارات اللي حصلت في الحلقات السابقة من المسلسل ولدلوقتي بالنسبة لنا تعتبر ذكريات أو حاجات ينفع نقول عليها نوستالجيا بسبب القفزات الزمنية الكبيرة اللي حصلت معنا في الأحداث وده عجبني بشكل كبير جدا الإثارة وحرق الأعصاب اللي حصل في التسلسل الأخير في الحلقة وطرني جدا وطرني جدا وشد أعصابي جدا وخلاني متشبث ومترقب إيه اللي حيحصل رغم إني لحد كبير كنتم متوقع إيه اللي حيحصل يمكن من الحلقة اللي فاتت كمان بس الدنيا عجبتني حتى الحاجة اللي الناس شافتها في الحلقة لما تسربت وهما كان عندهم فرصة أن هما يشوفوها قبلي بكتير وناس كتير جاد بتقول لي في حاجة مش هتعجبك في صدفة مش هتعجبك في حاجة من النواية دي مش هتعجبك آه في صدفة آه في إجراء اللي هو نظام أوبس أنا ما كانش قصدي كده وحصل كذا والأمور دي ده أنا انتقدته قبل كده لما حصل مرتين المرة دي للأسف مش هنتقده لأن الصدفة وهي صدفة صدفة أن لوسيرس لما يروح يلاقي نفسه في نفس المكان مع ايمند صدفة أن ايمند يطرده ما يقصدش أن هو يموته ولكن النتيجة تكون موتوا صدفة خصوصا أن ايمند في الآخر كان عليه مظاهر صدمة من أنه ما قصدش يعمل كده عشان كان قصد يعمل ايه بس ما قصدش يعمل كده وحنتطرق للموضوع ده بالتفاصيل أكتر ولكن الصدفة المرة دي اتمهد لها كتير قلنا كتير أن المعسكرين بيحاولوا أن هما يلاقوا ناس يدعموهم يلاقوا هاوسز وعائلات يدعموهم وصيرة البراثين جات كتير وقلنا إحنا بنبعث مبعوثين ودول قالوا إحنا بنبعث مبعوثين ففرصة أن هما يتقابلوا عليك مش قليلة النقطة التانية أن التنينين يتمردوا على قيادة الفرسان بتاعهم برضو اتمهد لها كتير وضحنا أن التنينين دا ليه شخصية أن هو بيست أه بس ليه شخصية أنت مش هتلغيب الكامل هو مش حصان بالنسبة لك حتتمشي زي ما انت عاوز بنسبة 100% ورنيرة في الحلقة دي كمان أشرت بشكل واضح أن التنينين اللي انتوا عمليين تتكلموا عليهم دول كلهم محاربوش قبل كده فما تتكلمش على أنك واثق قوي من اللي هما حيقدموا عليه واللي حيحصل من خلاله لذلك فأنا المرة دي صدفة مدايقتنيش ما حستش أنها بالنسبة لي مفجعة أو حاجة بالطريقة دي بل وأحتفظ لها كذلك بالجانب الإيجابي اللي كنت ذكرته على الصدفة اللي فاتت لو تفتكروا صدفة أن فيسارس قال لأليسنت على أنها رينيرة حاجة معينة والناس كلها بتقلل قوي من قيمة ده وهو دوت الدفع الوحيد لما وجود عند أليسنت عشان توافق على المخطط بتاع أبوها فهو مش أثر قليل مهما حصل وقلت أن الأثر الإيجابي السر اللي محدش عارفه غير المشاهد المرة دي عندنا ده كمان لأن الحقيقة محدش يعرفها غير المشاهد آآ إيمند ممكن يقعد من هنا للسنة الجاية يقول لأنا ما كانش قصدي أموته التنين بتاعي تمرض علي وفيجر هو العمل وكلام زي ده وفي النهاية ما حدش هيصدقك إحنا بس اللي عارفين أنه فعلا ما كانش يقصد السر ما بينه ما بين له سارس ولو سارس ما عادش معنا خلاص فأنا مترقب ده أو بمعنى أصح عجبني ده عجبني أشوف إيه الإمكانيات الدرامية اللي ممكن تحصل من ده في المستقبل طيب ليه آآ كل الحاجات دي عجباني ومع ذلك ما بقولش إن الحلقة دا ترتقي لمستوى التسلسل الرائع اللي كان حصل بداية من الحلقة الرابعة وصولا للحلقة التامنة لأنها الحلقة الأخيرة وإنت في الحلقة الأخيرة بتتوقع قمم أعلى من كده يعني الأحداث بتاعتنا لو حنتخيلها خط كده حنيجي نبص عليها ممكن نعدي على 3-4 قمم في الحلقة دي اللي هي درجات البيك العالية قوي درجات الضروة العالية قوي مش أعلى حاجة في الدنيا ومش أعلى حاجة على مستوى الموسم بشكل عام الموسم ده موسم تقديمي حضراتكم غششتوني المعلومة دي كتير قوي وأنا ما كنتش شريها وحتى الآن مش شريها يعني شري إن هو دورة المسلسل بيحاول يعمله هو بيمهد للصراع حنوصل للكلمة الأولى في الحرب الألم الأول اللي حتقوم عليه الحرب كلها والخناءة كلها والصراع الدماء والعنيف The Dance of the Dragon ديت كلها وبعدين حنستنى الموسم الجاية عشان نشوف ده اللي بيخليني أقول إن الحلقة دي مش على نفس المستوى ده أنا كنت متخيل أن الحلقة دي حتكون في حضور وهيبة الحلقة الأخيرة من موسم أول لمسلسل بهذه القيمة ولكن التضحيات اللي عندنا موجودة بس مش كبيرة قوي مش عملاقة قوي مش صادمة قوي للمشاهد واللي حصل هو تمهيد بدينا أرضية بكل تأكيد قوية وبكل تأكيد لائقة جدا لمستقبل الأحداث ولكن لما تيجي تقارنها بتوقعاتك يمكن ما تكونش على نفس المستوى اللي أنا كنت مستجي نقطة البداية معنا المرة دي مع لوسيرس يعني فورت شادوينج أول ما تشوف المشهد كده تعرف أنا كنت متوسم أن في حد حيحصل له حاجة على إيد هالان ترجيرين ولما شفت الوادي الصغير وخبت أنا ما استحقش دريفت مارك ومش هكون لائق للموضوع دوت يعني بتقرأ إلى حد ما كده أن غالبا هو دوت اللي حيتصدر للموضوع وقد تكون محاولة من المسلسل في أنه يرفع التواصل العاطفي ما بين المشاهد وبين شخصية لوك على أمل أن المشهد الأخير يكون في درجة صدمة عالية قوي للمشاهد تفضل معلمة معاه ولا أعتقد أن المسلسل نجح في ده المهم لو سارس معترض على مضاد ريفت مارك مش شايف أنه هو الأحق رينيرا بتهديه وبعد كده بتظهر رينيس وبتوصل لهم الخبر والخبر لديمن والرينيرا وقع عليهم وقع مأساوي جدا واضح عليهم جدا أنهما زعلوا من قلبهم أولا قبل ما يسألوا على مصير المملكة قبل ما يسألوا على أي حاجة ده لما يعرف أن أخوه مات أول سؤال لي مات إزاي لأنه شاكك في أنه في حد موته والنظرة اللي على وشه في الأول نظرة تحدث حزنان بجد ونفس الموضوع على رينيرا فبناء عليهم وما عندهمش الأطنع في صندوق ومشاعر الحقيقية في صندوق تاني ومشاعرهم في هذه اللحظة حقيقية تماما أو أنتوا نسبتوني للمعسكر الأخضر رغم أن أنا مش منتسب له قوي أنا بس كان عندي وجهة نظر معينة في نقطة معينة للشخصيتين المتناحرتين ولكن زي ما أنتوا عاوزين المهم وإحنا بنتكلم على المعسكر الأسود هو منتهى الحقيقية دا نحن نقف على سيف ظاهر واحد من الجميع ما عنديش أنا أخياره فقوس ما عنديش خياره بتنجام بما أنهم دلوقتي يبقون إيه الفقوس دا؟ معلين المهم القفض السريع القفض السريع سوري العدد كبير من الشخصيات لأن لو الملك مات يبقى في حد قاتله دي نظرية كويسة على فكرة عجباني وأتمنى أنها ما تنتهيش هنا وفي المستقبل يبقى لها تبعات أو أن احنا ممكن نشوف منها أكتر رغم معرفتنا إحنا شخصيا أنه هو ما تقتلش ولا حاجة الفاجعة بتاعة تفاصيل الخبر اللي رينيس بتوصلها بأن إيه جون خلاص بقى الملك وتم تتويجه وعملوا حفلة كبيرة وعملوا جابوا آلاف الناس وأنا تكفلت بنصهم تقريبا وأنا بحاول أهرب وكلام زي دا طب ليه؟ دا سؤال برضو ورد على ذهن الكثيرين ليه موتيهمش وخلصت الموضوع فهي قالت أن الحرب مش حربي وهي شخصيا ما كانتش مختارة جانب على حساب الآخر وده كان تفسيري أنا شخصيا فقاريت كلكم تسقفوا لي دلوقتي حالا المهم الفاجعة كلها على بعضها دفعت رانيرة لأنها تدخل في ولادة مبكرة تاني رجعنا تاني الموضوع بتاع الولادة وهنا في استدعاء مهم زي أنا قلت لكم في الأول أن الحلقة دي فيها استدعاء لبعض الذكريات اللي هي في الحلقات السابقة وبالنسبة لنا بسبب القفزات الزمنية يعني يعد عليها فترة كوية فالاستدعاء الأول لأن دي مش أول واقعة ولادة مبكرة النتيجة الأولى المتوقعة منها هي موت الأم حصلت قبل كده مع إيهما أم رنيرة وحصلت قبل كده مع لينة وهي بتولد والنتيجة محتومة الطفل مش حينزل فلازم يتم إجراء جراحي والإجراء الجراحي دوت يعني نهاية حياة الأم رنيرة مقاتلة ورنيرة حد يحارب من أجل البقاء على الحياة ونجحت في التحدي المثالين اللي قلناهم دول فشلوا فيه أمها فشلت فيه ولينا فشلت فيه اللي كنين سلموا نفسهم لمصير إن الرجالة هي اللي تقرر لهم إيه اللي حيحصل ولكن رنيرة مرضيتش بدا بل وفي نفس الوقت وهي بتعامل المعاناة دي كلها كانت متشبثة بالمفاتيح بتاعت سلطتها أمام ديمان شخصيا أمام زوجها والمشهد بالتركيب بتاعه دوت كان من أعظم ما يمكن كان رائع حقيقي إنها بتولد مع ذلك هي بتخاطب ديمان واستدعت ولادها علشان يقفوله لأنها مش بتنسحب من الحياة ومش حتسمح للموقف اللي هو فيه دوت إن هو يقتلها ومش حتسمح كذلك بإن في حد يقفز على سلطتها وفي هنا تحدي واضح للنقطة اللي رينيس شخصيا أثرتها لما كانت بتتكلم مع أليسنت لما قالت لها أنت فاكرة نفسك بتتحكمي في كل شيء وأنت في النهاية خادمة لرغادات الرجالة والحلقة دي فيها كذا مرة بنلقي نظرة سريعة على رينيس ورد فعلها أمام تصرفات رينيرة دي هي الأكثر صبرا هي الأكثر قوة هي الأكثر تشبثا بالسلطة بتاعتها ودي أمور كلها اكتسبت أو استحقت احترام رينيس لدرجة أن رينيس شخصيا تغير وجهة نظرها اللي كانت بتدفع عنها في الحلقات اللي فاتت كلها أمام كورليس وقلنا دايما إن لما رينيس تتكلم مع كورليس فده كلام من القلب مجرد من أي سياسة لذلك الحلقة دي كان فيها استدعاء للمشهد ده كمان بس أنا مش عايزة نقط للأحداث بتاعتنا بسرعة دايما عاوز يجري بسرعة للاختيار بتاع الحرب عاوز يبتدي إحنا معانا مين ومعانا كاما عسكري ويلا إحنا داخلين نحارب مفيش سياسة مفيش مفاوضات مفيش أمور زي ده ورينيرا بتصدر جيسيرس إن هو اللي يقفل ويمنعه مما أدى لمشهد بتاع الكنين سوري الكنين بتوع اللي هو بيقول لهم لازم تكددوا ولاقكم يا إما تموتوا موتة سريعة يا إما حيبقى عقبكم عظيم جدا واستدعى البورس بتاعه الملقب بالكنين عشان يهددهم وصمم إن جيس يكون واقف عشان يشوف الموضوع ده فحاجة أتمنى برضو إن تأثرها على أبعاد شخصية جيس تبان في المستقبل لأنها بصراحة في الحادثة دي بالتحديد موضع لتفسيرات كتير ومش بكل تأكيد محصومك نسبة مية في المية المهم بعد كده بننتقل للجنازة بتاعة البيبي الذي لم يولد وبيظهر إيريك بصوا جماعة اللي في دراجون ستون دلوقتي جيروم واللي في كينغز لاندين كيفن برينس عشان نرتاح من موضوع إيريك وآريك ده واللي معرفش أنا كنت بتكلم عليه على سبيل النقطة والناس قالت لك ما عجبتهش الحلقة عشان معرفش مين يا عم طلع دماغك من مطرح ماي موجودة شغل مخك معنا شوية المهم جيه وجاب معال التاج اللايتس مش التاج الهاردكور التاج التاني اللي في كينغز لاندين اللي هو الايرن ثرون بتاع ايجن دا كونكرر ده اللايتس ده اللي بيتلبس في المناسبات ده اللي وقع من على دماغ في سيرس في المشهد العظيم بتاعه اللي دايما نرجعه له تاني وحاجات زي كده فدلوقتي يبقى عندنا ملكين ملكين متوجين ملك وملكة وكل الحاضرين بيعترفوا بسلطتها مع دارينيس وزي ما احنا بنقول كده هي كانت دايما موجودة في الخلفية في شكل شخصية المراقب اللي في النهاية هيحدد مصيره او مصير دعمه بننتقل بعد كده للخريطة الحرارية الماب اللي كانوا عاملين جمدة جدا بنت اللزين في الاول كانت مطفية وبعدين لما شغلوا اللدات النار اللي تحت ده جمدة جدا من اجمد ما يمكن عشان نبتدي نشوف المعسكر شكله عامل ازاي والقرارات المصيرية اللي المفروض نتخذها بما اننا دلوقتي يبقى عندنا ملكة في دراجون ستون المفروض تكون شكلها عامل ازاي على الماشي كده بيتضح ان رينا اصبحت الكاب بيرر او حاملة الخمرة حاملة الاكواب مش حاملة الاكواب دي بتحسسني بتاعة العربيات بتاعة رينيرا وان رينيرا شايفة ان هي تستحق دور احسن من كده شوية وبتستدعيها لانها تبقى جزء من الموضوع وكلام زي ده نفتكر ان رينيرا هي التي ليس لها تنين اللي هي اللي من غير التنين مش بيلا اتمنى مش ممكن مش ممكن بشرطة يا جماعة هم المهمة كدترخرهم المرة دي بيلا بقت منزلة شعرها ورينا بقت رفع شعرها الفوق فده برضو بيفرق الدنيا شوية ممكن نسميهم فينس وسرينا ما علينا برضو بدايما بروح المهم يعني المهم الجبهة بتاعتنا لسه ضعيفة بنبتدي نتكلم على البيوت المختلفة والعائلات المختلفة وبنذكر اسامي الناس كتير نعرفهم وناس كتير ما نعرفهمش ودي بتنبق بموسم تاني رائع يا جماعة لان ممكن يكون الموسم ده نطاقه عموما على مستوى الاماكن او على مستوى العائلات اللي روحنا بصينا بص عليها سريعا ورجعنا او شفنا ممثل لها ما عملش حاجة كتير مفيدة بعد كده دول بقوم عساكر مهمة جدا في الصراع وحيبقى فيه سياسة وحيبقى فيه خيانة وحيبقى فيه اتفاقات وحيبقى فيه نقد تحالفات وحيبقى فيه حاجات رائعة جدا على نطاق اوسع في المواسم القادمة ولو ده من المهام اللي اتبنى عليها غرض التمهيد في الموسم ده فاعتقد ان هو كان نجح بشكل قوي جدا لغاية لما فيه واحد بيقولهم يا جماعة انتوا اعمالين تعدوا عساكر وتعدوا معرفش مين انتوا نسيين ان احنا معانا تنانين ودي موضوع ده بيبسط عم دي من قوي لما بيقولك هم عندهم تلت تنانين احنا عندنا تلتاشر هو عد تلتاشر مدينة تنانين بتاعتهم ومدينة تنانين اللي ملهاش راكب اللي موجودة دلوقتي او شاردة او وايلد وهو قرر ان من مهمته ان هو يسخرهم للقضية بتاعتهم عد تلتاشر وعلى اخر الحلقة بقى اتناشر ما علينا يا المهم في وسط ما هو بيعد حسب ميليس التنين بتاع رينيس عادي كده في النص وعجبتني جدا نظرة رينيس اللي هو انت بناها على ايه قررت ان انا معاك يعني بس هي عدتها عجبني قوي تمثيل رينيس في الحلقة دي النظرات اللي من تحت لتحت اللي هي قلقتها في كل مناسبة عشان تفهم هي بتفكر في ايه ونفسها تقول ايه من غير من انت شخصيا تقول ودي على فكرة كانت مهمتها من اول الموسم لنهاية الموسم اتصور ان انا لو هطلع ايما بافضل خمس اداءات تمثيلية في الموسم ده وترينيس ان لم تكن الاولى فهيبقل تأكيد من ضمنهم اللي بيحصل بعد كده هو وصول اوتو واستدعاء مرة اخرى لذكرى مهم جدا معنا من الحلقة التانية لقاء الجانبين في دراجونستون فوق صور مجرى العيون اللي دايما بيتقابلوا عنده ده ونفس الدخلة تقريبا لرينيرا ولكن رينيرا المرة دي الجانب بتاعها معروف كذلك دايما نيتو حرب عاوز يفجر الموقف كذلك رينيرا المرة دي الجانب بتاعها مختلف والمرة دي هي اكثر غضبا واكثر تفجرا ولكنها بتحن للخطاب اللي اوتو بيلقيه وهو القى خطاب متماسك جدا كل علامات الشرعية اللي انتو بتدوروا عليها موجودة عند الملك بتاعنا وزي ما انتو بتدوروا على دعم بيوت احنا كمان بندور على دعم بيوت فاحنا مش ضعاف ما تتخيلوش من الموضوع كده وبنقدم لكم كذا وكذا 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 وبنشوف من خلال نظرات رينيرا ان رغم غضبها الشديد المتمثل في اللحظة اللي بتسحب فيها الدبوس بتاع الهند من اوتو وبترميه يعني تتعرفها ده بكام اولا وبعدا اللي هو فيه منه تاني عارفين ساعتها لما اوتو طلب من الميستر ان هو يديله لسا افتكرته حيديله الغيار بتاعه يديله واحد تاني لو عندي منها تاني على فكرة اللي انت رميتيها داي بس هي بتحن للاستدعاء بتاع الذكرى المهمة جدا من الحلقة الاولى الصفحة اللي هي كانت قطعتها من الكتاب الصديقتين بيحاولوا يتواصلوا مع بعض من خلال لغة العاطفة واللي بتؤثر فعلا لفرانيرا وعنيها بتدمع امام ذلك وبتقرر في النهاية انها تنزع فتيل هذا الصراع المحتدم وتقرر انها حترد عليه انها حترجع له بما يعني انها ممكن تكون بتفكر نرجع مرة اخرى للخريطة الحرارية بتاعتنا بتاعة الاطراف المتنزعة والمرادي دايمن بيحمل ضغينة تجاه رينيرا اللي على ما يبدو بتفكر في انها تقبل الشروط وانها تقبل الامور دي كلها رينيرا بتحاول تطمنوا انها مش ناوية دا بس هي مش عايزة ضمار شامل ومش عاوزة عملية حرب مفتوحة وعاوزة توصل لحقها بطرق اخرى وبتحدد او بتقرر انها عندها هدف اخر اسمى بكتير ليه علاقة بالنبوءة بتاعة The Song of Ice and Fire والراجل بيعمل رد بالفعل اللي كنت اتمنى انه يعمله بصراحة يعني دلوقتي احنا كنا بنتكلم من كم حلقة تيم ألسنت ولا تيم رينيرا وفي ناس كتير كانت بتقول تيم دايمن انا بتريت امين لموضوع تيم دايمن دوت اللي هو The Song of Ice and Fire المعرفش من هو ما عندهش فكرة وعندهش في اي فكرة بتتكلم في ايه وهي اتفجأة ان هو ما يعرفش بس الفكرة بتاعته بقولك ايه حنرجع تاني للأحلام والنبوءات واتمنى ان دراميا المسلسل ما يعودش يحمل اكتر من اللازم على الموضوع ده الكفاية اللي اتحمل عليه بالفعل نتحرك لقدام خلاص بقى فيه صراع انا مستعد انسى اللي حصل واتحرك وطبعا الدوافع بتاعت الصراع او نقاط الانطلاق بتاعه حنجلها كمان شوية المهم اللي بيخش لنا لعب مهم جدا في الصورة وهو كورليس اللي عاد مرة اخرى وراح لدراجون ستون بعد ما شفى الى حد كبير من الاصابة اللي كانت عنده زي ما قلنا بيجمعه حوار مع رينيس حوار القلب دايما بحب اوضح واوعيد واوكرر في النقطة ديت وهو بيقول انت كان عندك حق احنا نسيبهم يتنحر مع بعض ونروح احنا نزرع الارض اللي عندنا شوية التمانين وشوية تقرصنا ونقعد نلعب معهم ولكنها هي بتقوله لأ الولاد اللي هي كانت متناكرة لهم اصلا ليهم حقوق والمفروض يوصلوا لها والدافع الرئيسي بتاعها وهي بتقوله بشكل واضح هو ان رينيس رينيرا سوري على ما يبدو ملكة تستحق او حد عنده عقل حد عنده ضبط نفس حد بسط للمصلحة فعلا وبذلك بتدفع كورليس لانه يدعمها وكورليس بيجي يدعمها يدعم من اروع ما يمكن لما بيقول لها الوضع في الستيب ستونز بقى تحت سيطرتي بالكامل ولو انا قررت ان انا امنع خط الامداد دايب احنا كده محصرين كينجز لاندينج والموضوع ده بيشجع رينيرا اكتر واكتر لانها تزود في نواحي الدعم عندها ونواحي القوة بتاعت الفريق بتاعها موضحة انها مش هتضرب الضربة الاولى مهما حصل مش هتبقى صاحبة كلمة الافتتاح في الحرب دي ده موضوع كورليس ما بيعجبوش قوي ولكن بيرجعوا مرة اخرى للنقطة بتاعة الدعم اللي احنا عوزين نوصله والرسل اللي المفروض نبعاتهم والامور دي كلها بينما في نفس الوقت دايما بيروح علشان يجند واحد من التنانين الهائمة ودي نقطة طبعا انا معرفتش مين التنين دوت فروح تدورت وده اللي بيحصل عادة في نقطة اللي مش متأكد منها بروح اشوف ايه النظريات اللي بتتقال عليها علشان توضحها فعلى ما يبدو دوت فرميثور ده التنين بتاع كينج جهارس ومن ساعتها ملوش راكب اخر وطبعا ما عرفش ازا كان دايما ممكن يبقى ليه تنينين وشارع يسمح له بكم تنين انا مش عارب يعني هو هيعمل ايه هي انبير البورس بتاعه دوت ويبير مع ده العملية عملية بلوتوث يعني معرفش بصراحة الناس طبعا اللي فهمه في الديناميكية بتاعت موضوع التنانين دي اكتر ممكن تفيدنا ونرجع مرة اخرى للخريطة الحرارية بتاعتنا علشان نقرر ان البيوت او العائلات اللي بتمسك محور الحرب دي واللي دعموهم ممكن يميل يميل الحرب من اتجاه لاتجاه اخر هم الارنز والستاركس والبراثينز فبيقرروا انهم يبعثوا مبعوثين ده بعد اما في بيوت تانية ردت على الرسائل بتاع الديمن واضهرت تحالفها فحسوا بقوة وموضوع الكورليز ده اكتر واكتر والولاد الولادين جيس ولوك اللي عاوز اوضح ان هما من بداية الحلقة كانوا لبسين لبس زي جواكر الكوتشينا بالزبط بيقرروا انه هما اللي عاوزين يتصدروا لهذه المهمة واحنا اللي نروح وامهم بتوافق بتبعث جيس للستاركس وللارنز وبتبعث لوك للبراثينز على اساس المهمة السهلة وبوروس براثين دوت شخص لطيف وحيحبك وحينبسط بيك بصراحة مش عارف يا رينيرا من كتر من انت صح الواحد بيفكر ان هو يعلق صورتك في الحمام بصراحة كل حاجة سليمة 100% وبتخليهم يقسموا على انهم ما يلجقوش للعنف برضو زي ما تكون عملية فيها فورشادوينج شوية اللي هو بنتوقع ان حيبقى فيه عنفه بنتوقع ان امهم هي اللي مكتفاهم في هذا الاتجاه معرفش برضو لو امهم ما كانتش مكتفاهم كان ايه اللي ممكن يحصل يعني وبينطلقوا بدل ما ينطلقوا تنينين بينطلقوا تلاتة لان بتنطلق معاهم رينيس علشان تقوم بدورها في مراقبة اللي بيحصل في الستيب ستونز وضمان ان الامور تمشي بشكل سليم جيس بينطلق ما نعرفش ايه اللي حصل عنده ولكن لوك بنعيش معنا لحظات موترة جدا 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 من لحظة وصوله تيقومه من ان فيجر موجودة مما يعني ان ايمند موجود ومجرد لما بيخش بيكتشف ان ايمند بالفعل واقف مع من من اصبحت خطبته وعمه عمه بورس براثيان دوت بيطلع شخصية جازمة اساسا بيكلم الولد بتاع علي لما بيبديلوا الرسالة بتاعته بيقولك معلش يا ابني مش معايا نظرت الاراية هتولي الميستر من الفريزر جي الرجل بلغوا الموضوع مع جبوش نبرة التعالي بتفكرني بالمعرفش ايه بتاع ابويا وكلام زي دوت طب تتجوز مين من التلاتة انا قالت تتجوز مين من التلاتة ديت وافتكرت اخر واحد رفض يتجوز في بيت واحد جازمة بس يعني برضو دوت المقطة الاساسية يا جماعة المسلسل ده بيحفظ على شعورنا اكتر من اللازم نعاوز المسلسل يدايقني بصراحة المهم بيحصل الوضع ده وخلاص بيمشي على اساس ما هو رايح يبلغ الرسالة وفجأة ايمين بيتقمص دور سلومة القرعة اللي بعد كده بقى سلومة العور لو عايز ابنك هات بايت حقي المت الف جنيه كلهم في الشنطة عينك هي بايت حقي لوك بيقرر او بيرد بانه مش مش هيشترك في ده وبيرفض الطلب ده وعم بوروس براتيان بيعمل الحاجة الوحيدة اللي ليها ايمة لما بيقول انتو مش هتتخنقوا هنا مفيش حاجة اسمها دم يوسال هنا ودوت جاي بصفة رسول فحيرجع في سلام ركب التنين بتاعه ومشي والتاني بيقرر ان هو بيطرده هل الهدف الرئيسي بتاعته فعلا انه متصور انه هو ممكن ياخد عينه بالموت بتاعت الترمينيتر اللي هو ظهر عليها دا وايه اللي فقرت بالموضوع ده ما انت اللي تنزلت عن حقك زمان مش عارف قوي ولا كان بس بيديقه بيتنمر عليه بيغلس وخلاص الله اعلم المهم ان لوك اولا على مستوى تمثيل الولد هايل من اول اللاندينج بتاعه في ستورمز اند لغاية نهاية المقابلة لغاية الرايد بتاعته في التنين بيوازن بشكل رائع ما بين مشاعر الخوف وما بين مشاعر الثقة المستمدة من مهمته من كاينونته بصفته امير وبصفته ابن الملكة المفروض فهو وازن ما بينها كويس جدا حتى في الصراع الدوكفايت الهوائي اللي حصل ده اقدم على خطوة او اتنين في منتهى الذكاء منها دخوله في الممر الدي ادوة مما حرم فيجار في انها تستمر في ان هي بطرده ولكن فقد السيطرة على التنين بتاعه فبخ بخ في وش فيجار ففيجار ايمند قال لها استهدي بالله قالت له بس بقى انت تقعد ساكت بدل منطورك انت راخر وراحت اسمت الدنيا نصين زي ما انتوا شوفتوا كده وما تبقى عندنا هي نظرة الصدمة عند ايمند هل معقول انت متدايق هل بس يعني هالفكرة فكرة انك مش فارق معاك بس التوابع السياسية جات في دماغك فجأة من اللي انت عملته ده ولا انت فعلا فيه تحت مظهر الترمينيتر دوت انسان في مكان ما وتصدم حقيقي من اللي حصل دوت حقيقي ما ارتهاش قوي بس اللي واضح ان اللي حصل وما حدش يعرف ده ايه اللي احنا ايمند ما كانش موافع عليه ايمند ما سعلوش ما حاولش انه هو يحققه مشاعروا بقى تجاه النتيجة بتاعته ده يات اللي مقدرش اقول ان انا قريها بنسبة 100% وبنرجع مرة اخيرة للخريطة الحرارية بتاعتنا علشان دايما يبلغ الخبر لرينيرا اللي مشاعر الغضب والدموع اللي فعنيها بتوضح ان الدربة الاولى في الحرب تم تسددها بالفعل وتم تسددها بشكل غير شريف وبناء عليه هي عليها حق الغضب ورد الضربة ودينا قاعدين مستنين مش متأكد قد ايه اتمنى مش اكتر من سنة سنة ونص بليز 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 بلاش بقى انبوخ وموضوع السنتين والكلام ده وبتاعها هي سنة سنة ونص بالكتير ونشوف الست بقى دايتنا ويتعمل ايه بالزبط واتمنى المرة الجاية لما نروح نشوفها ما تبقاش حامل عشان انا اتخنقتم الموضوع دوت كذلك المهم يتبقى معنا بعض النقاط الفرعية في الحلقة المؤثرات البصرية كانت معقدة جدا في الحرب الاخيرة فعلى الرغم من بعض الامور الغير مثالية في الصورة انا احترمتها جدا 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 شايفها جمدة يعني المشاكل مشاكل احنا ارسناها من بدري وهي متكررة في موضوع المؤثرات البصرية بتاعت التنين والطيران والشخص اللي راكب على التنين والكلام ده كله المرة دي التحديات كانت صعبة جدا 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 في تنفيذ المشهد لانه مشهد طويل ومعقد وعد بمراحل كتير لذلك فعدم تخطي حد الاخطاء ما اعتدنا عليه بالفعل ده شيء انا احترمته وحبيته بطلة الحلقة دات هي نظرات رينيس في تأديري الشخصي لذلك بقولكم هي تصدرت عندي قد تكون تصدرت عندي قائمة الممثلين في الموسم الاول لوكو جيس بعد ما قضوا اغلب الحلقة لابسين جواكر فاخر مشهد خالص كانوا لابسين زي الولاد بتوع كوتشينا مش عارف دي ملحوظة مهمة في ايه بس ده حقيقي يعني وملاحظة على الماشي كده تخص رينيس انها اصبحت دلوقتي بلا تنين وبلا عريس ومسكة كوبية للملكة والملكة ناوية تصدرها يعني فكرة انها تقولها تعالي معايا وكلام زي ده حاسس ان رينيس هتكون من الكروط المهمة بالنسبة لنا في المستقبل اظن بعد كل مستوى التفاصيل اللي اتكلمنا به دوت فكرة ان يبقى فيه مراجعة في حلقة منفصلة شيء ملوش ايه ما قوي فانا حقول تقييمي بشكل عام للموسم دلوقتي حالا وبكده نبقى قفلنا صفحة الموسم دوت بالكامل الموسم رائع التصاعد من الحلقة الرابعة للحلقة التامنة اعيد واكرر من اعظم الحاجات اللي شفتها دراميا المسلسل ممكن يكون اكتفى في الموسم الاول بالتمهيد لما هو قادم من احداث وده شيء يحترم ولكن ليه تمن في نفس الوقت بالمقارنة مع توقعات مشاهد جاي يتفرج على مسلسل في عالم جيم اوف ترونز الموسم الاول من جيم اوف ترونز على فكرة على مستوى الاحداث والتفجر والامور دي كلها كان فيه حدث واحد بس هو اللي قلب الدنيا غير كده الدنيا كانت في الهادي اغلب الاوقات وده بيدعم المسلسل ده نفسه في انه على مستوى الموسم الاول اتصور انه هو كان قد التحدي اللي قدامه كان قد العيون المفنجلة اللي كانت بصاله في كل التفاصيل بتاعته واتوقع انه هو نجح بشكل كبير ما عدا انه هو يديلك حدث يمثل قمة الكل يتفق على اني طلعت منها مش حنساها بسهولة لوك كان ممكن يكون حاجة زي كده بس التركيز عليه كان قليل لذلك فالتعاطف معه ما كانش كبير بشكل هايل بالاضافة للمشاكل الاخرى اللي احنا اتكلمنا عليها في المسلسل على مرة احداثه زي الامور بتاعت الصدف وزي قفزة زمنية معينة ما كانتش مريحة بالنسبالي ولكن التفاصيل التقنية التفاصيل الفنية التفاصيل الدرامية التمهيد لما هو قادم عدد الكروت اللي ما تروحها على الترابيزة دلوقتي وليحنا منتظرين كيفية استغلالها في المستقبل اعتقد انها تمت بشكل يكاد يكون مثالي لذلك فتقييم للمسم الاول من مسلسل هو تمانية ونص من عشرة ده تقييمي وده رأيي دي تحفظاتي ودي الامور اللي اثارت اعجابي اتمنى تساهموا بكل الحاجات ديت عندكم في الكومنس واسف لو كنت اخطأت برضو في تفصيلة او حاجة او نسيت حاجة في الحلقة دي لان للأسف الاسبوع اللي جاي ما عندناش حلقة لنلملم فيها الدلديل بتاعت اخطائي وشمعات اعلق عليها المشاكل اللي انا عملتها هنعمل يوم الاتنين الجاي يا جماعة هنزحى الصبح بنقفل للسوشال ميديا عشان ما نشوفش ايه شوية مشاعر حزينة بقى هنطلع نجري علشان نتفرج على الحلقة قبل ما حد يحرق هل ما امتى هنقعد الظهريا نذاكر عشان نعمل انا حلقة همنتج ايه بالليل ومش ادب بصراحة الجزء مني مبسوط ان انا اكملت هذا المشروع للنهاية وحابب اشكركم على ده لان انتوا عارفين انا من الناس او انا ممكن اكون اكتر واحد في الدنيا بينهي مشاريعها عف مصة ما بيكملش حاجة الاخيرة فانا مبسوط قوي ان انتم كنتوا معايا في الرحلة داية الاخيرة الف شكر لحضراتكم ياريت تكملوا الدعم دوت بالحلقة دي تعملولها لايك تعملولها شير لو عجبتكم تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين وباي باي